مرحبا شور. فيديونا ما رح يكون عن الجالكسي اي 52. الاي 51 كان من اشهر الاجهزة واكثرها ما بيعا. هذا هو الجيل الجديد منه. في هذا الفيديو رح نفتح الكارتون. نتعرف على محتوى الكارتون اللي قاعد تنقص مع كل سنة من سامسونج. ايضا نشوف الاداء بعض الاشياء خاصة بالبصمة واسئلتكم اللي وصلتني على الفيسبوك. وايضا اكو بعض الخيارات الغريبة بهذا الجهاز. فخلونا نبدي مع محتوى الكارتون. فاللون اللي عندي هنا هو اللون الاسود. متوفر بعدة الوان. لكن حاليا الالوان او خيارات الالوان محدودة بالعراق. واذا كنتم مهتمين بهذا الجهاز فهو متوفر عد اصدقائي ببابل ستور. راح خلي رابطهم وايضا اذا حبي الرقم الانتصال وكل هذي اشياء اسود الفيديو بالوصف. فهذا الاثين وخمسة الان نترك على صفحة محتوى الكارتون اللي بالداخل. بقعت انه ما راح القى هذي السنة لانه سامسونج قاعد يقللون بالتكلفة الخاصة باجهزتهم. اه موجود لدينا كافر اللي هو من السليكون الاعتيادي فما حذ فوق من الاجهزة. عدنا ايضا هذا الشاحن اللي ما ريت اشوفه هذا السنة طبعا كل سنة اي خمسين اي واحد وخمسين واي اثنين وخمسين كل هذه الاجهزة عليها نفس هذا الشاحن فما تطور ولا حتى شوية. شاحن خمسة عشواط. هذا صار لسنين يعني ما عرف. راح تشعلي بوقت لاحق ممكن بالمراجعة الكاملة. ايضا عدنا كيبل شحن وهذا هو كل شيء فاللي ذكر السنة اللي راحت اشتكيت انه هدفون الاي واحد وخمسين مو بالمستوى. هدفون كان جدا رخيص. هاد السنة هدفوه بدل ما يطورونا ويخلونا افضل. هاد هو الاي ثين وخمسين هذي بعض الميزات الخاصة بمقاومة الماء. اول سنة جهاز من سامسونج بالفعل الاقتصادية على مقاومة الماء. مو اول سنة. اللي يذكر قبل تقريبا ممكن خمس سنوات. كان عندنا جهاز اسم اي خمسة او اي ستة وما ذكر صراحة. كان هو اول اجهزة سامسونج الاقتصادية كان عليه مقاومة الماء. الار رجعت. فهذا هو التصميم الجديد. طبعا اللون اجمل ما توقع الصراحة. ان كنت طالي لون ثاني لكن هذا اللون المعتم. المفروض معتم واجزة بالبصمات مثل السابق. لكن قاعد اشوف على بصمات الان لما احرك باتجاهات معينة. هذا تصميم مشابه لسلسلة الاس عشرين اف اي فمستوحي هواي اشياء منها. حتى مع الاي ثنين وسبعين. طبعا عدنا الاي ثنين وسبعين والاي ثنين وثلاثين رح يكون عليها فيديوهات بالايام القادم ان شاء الله. لكن حاليا مع الاي ثنين وخمسين. الوزن الى الان خفيف وهذا من الاشياء اللي جدا تعجبني بالسلسلة الاي من سامسونج. الان رح نجرب. ان شاء الله الجهاز نجرب البصمة. ناخذ شوية من اسألتكم على الفيسبوك ونستخدم اليوم وبعدها نرجع. اوكي شباب الار جعنا لكم صار فاتر استخدم هذا الجهاز والان رح نقل تجربة المصاغرة مع هذا الجهاز وايضا اسألتكم اللي سألتونيها على الفيسبوك احاول اجاوب عليها بهذا الفيديو. فمقدما الخيارات والمواصفات الخاصة بهذا الجهاز ما ذكرتها ببداية الفيديو فراح اذكرها الان بشكل سريع. فمعالج سناب دراقون سبعمية وعشرين جي ميتين وستة وخمسين ذاكرة مع ثماني جيجو بات رام. هذه الخيارات متوفرة بالعراق. سعرها ثلاثمية وعشرة دولار او ثلاثمية وثمانية دولار. سعرها يختلف شوية حسب المكان راح تشتري منها. ايضا بالنسبة لي خيار ذاكرة كان جدا غريب بالنسبة الي انه دائما يعني اسعار الدولة سامسونج بالعراق جيدة افضل من باقية الدول. لكن ليش انه الشخص يكون مجبر انه لازم يشتري ذاكرة ميتين وستة وخمسين جيجو بات على الجهاز فيها متوسطة. ليش ما تطير خيار المية وثمانية وثين جيجو بات او حتى الاروة وستين جيجو بات. شي غريب صراحة انه الان اذا تفيدها الجهاز انت مجبر انه تشتري خيار ميتين وستة وخمسين جيجو بات. ماكو خيار ثاني حاليا بالعراق. فاذا كان خيار غريب على جهاز بهذا السعر المفروض يكون خيارة ذاكرة اكثر بسعر اقل. بالنسبة للتصميم بشكل عام عجبني او على الاقل بتجربة الاولية. تصميم من الاطراف حاد سابقا كان مدور اشوفه افضل. لكن تصميم جميل. ايضا هذا الزر ما عجبني ابدا كأنه زر جدا رخيص او اجهزة رخيصة اللي هو يتحرك بكل اتجاهات من الاعلام الاسفل. هذا الزر ما اعجبني بكل احوال. ايضا اذا كنت متأمل انه البصمة تحسنت فلا هي نفسها. مو سيئة مو جيدة. وصراحة على هذا السعر المفروض اقول سيئة. هذي البصمة مو الافضل. فهذه بصمة الجالكسي اي 52 مثل ما قلت ما اشوف اي تحسن عن النسخة اللي قبلها مثلا. ايضا خليشوفكم الشي هذي المرة لو رحنا لعدادات بعدها الشاشة. هنا شاشة بتحديث عالي او بمعدة تحديث عالي اللي هي تسعين هيرس. شي رهيب وشاشة جدا جميلة. شاشة قاملت من سامسونج. وهنا رح تكون مرتفع لما تروح الى سلاسة الحركة. متعودين من اجل سامسونج يكون هنا كلمة تكيفي. هنا رح تكون مرتفع مو تكيفي. السبب انه اي 52 ما علي شاشة تكيفية. ما يغير تردد شاشة حسب المحتوى للشادة او حسب البرامج اللي يفتحها مثلا. فهذا رح يؤدي الى استهلاك شحن اعلى. لكن من نفس الوقت ما رح يكون عندك بعض اللي قليتشات الغريبة لما الجهاز يبدي يغير من معدل تحديث عالي الى معدل تحديث منخفض. رح نشع عليها اكثر بالتفصيل بالمراجعة الكاملة. ايضا حتى ما نسى شي اخير عن البصمة. مكانها جدا مزعج. اللي هي لما تيجي يكون لازم الجهاز بهذا الطريقة تروح الاسفل يعني البصمة جدا جدا بالاسفل. فهذا ممكن تنتعول عليها وممكن نتعول عليها مع الاستخدام. فهذه البصمة الخاصة بالA52. لان بالنظام ما شفت ميزة محذوفة من هذا الجهاز فقط لكونه ارخص من الA72. كل الميزات اللي موجودة هنا موجودة مع الA72. شي اخير. عدنا ساتريو سبيكر مع الA52 اخيرا. فلاني انتقل الى اداء اكثر اسل اتونة عليه والالعاب. وايضا اذا كانت الجهاز رحيس وسعره. فهذه هي الأرقام اللي أمامكم اللي حصلتها من برامج قياس الأداء أيضاً مقارنة مع A51 النسخة السابقة. صراحة المعالجة السبينة والعشرين هنا ما محصل ممكن أعلى أرقامه لأنه جربت على أجهزة من شاومي كان إلى أرقام أعلى من هذه. مو بمراحل لكن كانت أعلى. وإيضاً ممكن الخيار الثاني الغريب أنه هذه ذاكرة عالية لكن مو بسرعة عالية فهي مو أسرع ذاكرة موجودة على هذا النوع من الأجهزة. الذاكرة الموجودة مع الـ M26 رح تكون بسرعة بالنسبة للأعاب فعلى لعبة وبجي هذه الأعدادات أو هذه أعلى أعدادات ممكن تحصلها. أنا اخترت أقال جودة وأعلى معدل أطار الألترا. والنتيجة كانت 40 فرايم مثل كل الأجهزة والأداة كان جداً ثابت. أداة كان جيد. هذا المعالجة رفته على هواي أجهزة. معالج جيد لهذا السعر ممكن تحصل أشياء أفضل. سعر 300 دولار غريب على هذه الأجهزة لكن معالج جيد بشكل عام أيضاً راح احجع لي بالتفصيل بالمراجعة الكاملة. فمن ناحية الأداء والألعاب على لعبة وبجي. الأداء جيد. نادرة ما راح أشوف. الحرارة أيضاً ما كان عندي أي مشاكل حرارة. شيء أخير عن البطارية. البطارية شوية تحسنت من ناحية حاجمها. صارت 4500 فارق عن ال 4000 سابقاً لكن هنا عدنا شاشة 90 هاس فما أتوقع أنه نفس التحسن راح ينتقل إلى تحسن بأداء نفس البطارية. الآن خليش على الكاميرات اللي بالخلف وبعدها إذا كان هذا جهاز راح يسوم الأساس. فالكاميرات اللي بالخلف الآن ما راح أتعملكم التفاصيل لكن أفضل التطور اللي حطت على هالكاميرات هو الوضع الليلي. جداً متطور عن A51 أو على الأقل اللي شبتها أمام الآن بصور اللي أخذتها. الكاميرات هي نفسها من A72. يعني الكاميرا أساسية هي نفسها على A72. كاميرا بزاوية وسعة هي نفسها على A72. كاميرا الماكرو نفسها مع A72. فكل كاميرات نفسها. فقط عندنا A72 راح يكون علي كاميرا زوم 3 اكس. هذا الجهاز راح يكون علي كاميرا الديبت الخاصة بالبعد والعزل. فهذا هو الفرق بين كاميرات A72 و كاميرات A52. ففعليه راح تحصل نفس الكاميرات على الجهازين. هما أيضاً عليهم نفس المعالج. وحتى الكاميرا أمامية هي نفسها على الجهازين. فلما راح تدفع أكثر ل A72 ما راح تحصل كاميرات أفضل بالضرورة على كاميرات الزوم. هذه هي الكاميرات الآن خليه نحكي على إذا كان هذا الجهاز راح يسوى أو لا. طبعاً أنا حكيت الآن ممكن كواي من فكرتي عن هذا الجهاز. إنه الفرق راح يكون فقط بالكاميرات. وإيضاً A72 راح يكون علي بطارية أكبر. أيضاً 500 مليا امبير. فراح تصير 5000. وعليه شاحن 25 بدل ال 15 اللي هنا. هذا الاشياء اللي ذكرتها ما راح تسوى الفرق بالسعر عن A52. يعني إذا راح تاخد جهاز من سامسونج تاخد A52 مول A72. طبعاً A72 عندي هنا. وممكن السبب اللي ما خلاني أسوي الفيديو على A72 مسبقاً إنه أنا ما مقتل عنه هذا جهاز قيمة جيدة. ممكن يسموني جهاز مثالي وهو أشياء يسمونه. صراحة هذا يشوفه يعني جهاز ما يسوى سعره. يعني 380 دولار تتوقع معالج فلاكشب أو معالج فلاكشب للسنية سابقة. مو معالج 720 جي. هذا الفكر تعني A72 لكن راح نشوفه ونجربه في فيديو القادم. فالA52 جهاز جيد. تصميم جميل. تطور على تصميم رهيب. مقاومة الماء. الكاميرات أفضل. معالج أفضل. البصمة نفسها. شاشة أفضل. معدد تحديث عالي. كل هذه الأشياء تطور جيد عن النسخة السابقة. لكن اللي ما أعجبني هو خيار الذاكرة أنه مجبرين ناخذ أعلى ذاكرة بسعر 310 دولار. بينما لو كانت الذاكرة أقل ممكن كانت السعر يكون أقل. فهذا فكرت عن A52. أتمنى ما أعجب في فيديو هذا عجب ما خلينا لايك. اشترك بالقناة اذا ما مشترك بالآيام القادمة راح يكون لدينا مراجعة تفصيلية وتجربة والأداء وكل هذا الأشياء. شكرا لكم على المشاهدة. شكرا لكم على